طيب عشان نبدأ في النوران نتورك يفضل ان احنا نبدأ بس في الشرحة هنا عشان دي تبقى واضحة بعد كده ابقى نخش في السلايكس تمام طيب هي فكرة النوران نتورك ان هي جامل اسمها نيوران يعني احنا عايزين نخلي الانسان يخلي الكمبيوتر يحل مشاكل بس باستخدام نفس الطريقة اللي الانسان بيحل بها المشاكل والانسان بيحل المشاكل باستخدام العقل بتاعه اللي هي النيوران او خلال عصفية بتاعه تمام فالنيوران نتورك يعني الشبكات العصوية فاحنا عايزين نبني نتورك او نبني الاجوريسم بيحاكي نفس الطريقة العقل ويشتغل ازاي تمام اللي بيحصل بالنسبة للعقل الطبيعي ان انا بيكون عندي خلية بتروح يعني بيكون فيها مثلا سيجنل او فرق في الجود بتروح لخلية تانية وتبعت لها ايه السيجنل دي ده السيجنل او فطبعا انا ممكن يبقى عندي اكتر من خلية بتبعت بيبعته السيجنل لنفس ايه لنفس النود اوكي فها دي 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 البيزيك ايديا بتاعة الشبكات العصوية اللي موجودة في بريج بيسموا كل واحدة من دول اللي هي الانبوت حاجة والاوبوت حاجة والحاجات اللي في النص دي حاجة تانية بس طبعا ده مش مشكلة لبقتي اهم حاجة ان احنا نعرف ان ان بقى في عندي انبوت وانا يعني ببعت الانبوت من خلال اللينك ده واللينك طبعا ده بيكون عليه ويت او بيكون عليه فرق في البود بحيث ان الاشارة بتم دخها الى من مكان الى مكان تاني طيب ده بالنسبة للخلال العصبية احنا بالرفير طبعا للفرق الجوهد او الحاجة اللي هنا بنسميها ويت مثلا ويت وان ويت وان طبعا انا ممكن يكون عندي واحدة بس من دين وممكن يكون عندي اثنين والاوبت ممكن يكون موجود هنا على طول وممكن يكون فيه خلاق فيه حاجات في النص وبعدين الاوبت بيكون هنا يعني ممكن يبقى عندي كده وعندي كده ده الامبوت وده الاوبت ممكن يكون عندي حاجة زي كده 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 مش شرط الامبوت يكون متواصل على طبيب الاوبت انا ببعت اشارة لسجن لخلية بتبعت الخلية تانية ويكون هنا عندي الامبوت وده الاوبت واي خلية تانية في النص طبعا او ممكن يبقى عندي طبعا اتنين بيبعته للاوبت او ممكن يبقى عندي طبعا اتنين بيبعته للاوبت او ممكن يبقى عندي طبعا اتنين بيبعته لخلية خلية في النص والخلية في النص دي في الاخر تبعت لي خلية تانية بنسميها الاوبت فطبعا كل الممكن يكون عندك النمبر في امبوت كتير النمبر في هيدن كتير والنمبر الأوبت كتير الخلايا اللي هي في الهيدن دي ممكن يبقى عندي كزا من الهيدن وعندي خلي مثلا كده وعنى هنا مثلا اتنين اوه هتلاقي دي بتبعت للخلية دي وده بتبعت للخلية دي وده بتبعت لنفس الخلية وده بتبعت لنفس الخلية هتلاقي برضو النسوا لدي هتلاقي وده بتبعت انها بطاقة وده بتبعت ت Dance فت aşk مني ده شكل الـ Neural Network او الخلايا بتبقى شغالة ازاي ها تيجي طبعا دي هوتبقى شغالة كده وده ها تيجي كده ، شحا Episode 3 كل خلية بتبعت لكل حاجات التانية اللي بعدها فكazo اعمل النسبة لهنا هتلاقي مثلا جدت كيدة وده كانت هنا وده وصلت له هنا وده وصلت له هنا وده وصلت له هنا ودي وصلت له هنا دي الابط layer ودي الامبط layer واللي في النقطة دول بنسميها مثلا هيدل layer H1 وهنا هيدل layer H2 مفيش حاجة اسمها ان دول يبقى 4 فدول يبقى 3 ودول يبقى 2 مفيش رقم عادي ممكن يدخل اي رقم ممكن يبقى الامبط 2 والأوبط 3 عادي على حسب البروبلم اللي قدام فدي فكرة الانيورال نيورال نيورال طيب طبعا احنا كل ده متوصل برضو بس عشان بس الفكرة دي برضو متوصلة بكل حاجة طيب عايزين يعني مسلا ايه انا لما كان عندي في اللييني الريجريشن كان عندي حاجة زي كده وكنت بقولك ان دي سمع ال X وباجي كده اقولك ان دي ال Y كنت بقولك ان ال Y بيساوي A X plus B يعني ادي ال X و ادي ال A وانا هضرب ال X في ال A وبعدين هجم على ال B يعني هيبقى في عندي طبعا دي الأوبط مثلا ايه وهيبقى عندي ال B اللي هي مثلا اللي هي البايس بتاعي هينسميه مثلا كأن ال B ضربت في واحدة خلاص يعني كأن ال B البيساوي خلاص نعمل كده كأن البيس دي اللي نيورون برضو اسمها B والويب بتاعها واحد فدي السمبلسي كيس في اللييني الريجريشن كنت بتقولك يستوي A X plus B ويعتبر اللييني الريجريشن ده يعتبر كأنه نيورون نتوك بس الاختلاف إن نيورون نتوك عندها فلكسبيلات من هي تقدر تحلي مشاكل أكبر وتبدأ تعمل هيدا اللي يرز كتيرة وتأكسبت أوبوت لها كتيرة أوموت لها كتيرة طيب ده اللييني الريجريشن كتير A X plus B ساعات يعني كون الناس بتقول في الكتب كتيرة مثلا W X plus B مشي اللي والبيس خلاص يعني ده ما تلاقي A X plus B أو W X plus B عادي وطبعا ممكن ساعات تلاقيها سيتا X بلس سيتا بحيث إن دي شوية قيم أنا ببقى عايز أعرفها اللي A عايز أعرف كومتها والبي البيس ممكن بقى عايز مش لازم يبقى كومت واحد فإنت هانت بقى عايز تعرف مسلا سيتا وانا سيتا دول فدي بس كلها أشكال اللي لازمه A الريجريشن Y بيساوي A X plus B أو R بيساوي W X plus B أو Y بيساوي سيتا X plus سيتا 2 نفس اللي انت بتعمله في الريجريشن ده انت ممكن تعمله في الريجريشن أنا ببقى دخلي حاجة الأوجب بتاعها بيكون A X plus B بس الفكرة بس أو الاختلاف في الـ Neural Network إن لو تلاحظ العلاقة بين الـ A Y والـ X بتبقى علاقة linear يعني لو جي بترسم العلاقة دي هتلاقي حطي لأي كموة الـ X ودين أي كموة الـ Y هتلاقي إن العلاقة موجودة إيه linear مثلا خطة زي كده عندك كيام كتيرة وأنا في الآخر بقول لك إن فيه line بيدسكمولات بين السامبلز أنا عندي سامبلز هنا وسامبلز هنا فالـ Y بيساوي X plus B يعني فيه line بيفصل ما بين السامبلز اللي عنه طبعا العلاقة دي أعتبر جنرال لأن أنا بدخل كذا كما للـ X مش X دي في منها الـ 1 والـ 2 والـ 3 وكذا فأنت بتدخل قيم كتيرة والآخر بتطلع علاقة بين قيم الـ X وقيم الـ Y وبتلاقي إن العلاقة اسمها AX plus B يعني هقدر إن أنا أرسم خط مثلا يوصف السامبلز دي مثلا السامبلز دي كلها هتبقى موجودة عن نفس الخط مثلا ده الـ Linear Regression المشكلة بقى في Linear Regression إن فيه حاجة إضراب لي كده مثلا AX plus B تخيل أي أرقام في حياتك الـ Y بتساوي مثلا ألف في مليون أو ألف مية في ألف مثلا عادي في ألف زائد خمسمائة يعني بديك أرقام كبيرة أفترض إن أنت ممكن يحصل لك مرة A كبيرة وB كبيرة وكذلك الـ X فمية في ألف اللي هي بكام بخمس سفار اللي هي بمية ألف خلاص؟ مية ألف ضيف على خمسمائة هي يبقى مية ألف وخمسمائة الرقم ده طبعا أنا أريد ديك مثال بس خلينا بس نفترض إن أنت بتقولي الـ Y بيساوي AX plus B وهاجف مرة مرة أمرة أقول لك إن الـ Y بيساوي مية ألف وخمسمائة مية ألف وخمسمائة إيه المشكلة في حاجة زي كده مشكلة في حاجة زي كده طبعا أنت ممكن تبدأ الـ A والـ B طبعا لما جررنا الـ قلنا نجرب الـ A والـ B أي رقم عشوائي لإما أنت تحطه 0 إما تقولي الـ program تطلع لأي رقم وهو تلاقيه طلع لك مثلا مية وخمسمائة عشوائي فدلوقتي عندك الـ X لما قلت بقى ممكن تبقى واحد ممكن تبقى ألف ممكن تبقى ألف هنا وممكن تبقى ألفين ممكن تبقى مثلا هنا خمس تلاف وهكذا فرقم الـ X ممكن تكون أرقام كبيرة وكذلك الـ A والـ B ممكن يكون أرقام كبيرة هيدين الـ Y بيساوي ألف وخمسمائة طبعا ده رقم ماشي ممكن ده مثال ممكن الـ Y تكون رقم كبير جدا يعني مثلا خمسين مليون معرفش إيه فإيه المشكلة في حاجة زي كده أن الميموري الميموري أو ذاكرة الجهاز غصبا عنها مش هتساع غير لها limit معايمة الميموري بقى لها limit معايمة فإن أنت تتقلف لأي رقم وإنت متخل من أن أسايفه لك وفي الآخر أقول لك لا ده رقم ده كبيرا أنا عايز أصغره أو رقم ده صغره عايز أكبره فالميموري بقى لها limit فإن اللي بيحصل أن أنت لازم تعمل حاجة اسمها squashing أو أن أنت تحاول أنت عارف أنت تعمل scaling للرقم ده يحس يبقى دايما مثلا ما بين الزر والوان ما بين الواحد والسلم وواحد ما بين أي حاجة أو حاجة يحس يبقى لنجز صغير لما بيكون الواي بيساوي X plus B أو الواي بيساوي رقم كبير بيظهر لنا حاجة اسمها overflow overflow يعني إيه لما يكون مثلا معك كوباية وكوباية دي تملت يبقى إيه اللي بيحصل بتلاقي المية بتوع من الكوباية لو جلت حوطة تانية هتلاقي بتوع يعني إيه أنت وحطيت حاجة في الميموري بتلاقي الحاجة دي خرجت بره الميموري مش هينفع تحطي في الميموري أصلا فبي أظهر لي مشكلة overflow overflow طبعا ممكن أن under flow أنت ممكن أصلا الرقم AX plus B ده يكون أرقام صغيرة جدا ودارك ده ممكن يكون أقل من الزير وأقل من الزائق يعني فيه أرقام نيجاتف طبعا في البيناري أقل من أقل رقم ممكن يبقى موجود في البيناري طبعا دي مشكلة في overflow في إيه under under flow فبنبقى عايزين نعمل إيه بقى عايزين نعمل حاجة اسمها squashing يعني بقى عايزين نعمل scaling ل AX plus B بحيس أن أنا ما ادهاش دهوية على طول بعمل فيها حاجة وبعدين أدهها ال y يبقى ال y هتساوي ال y هتساوي function في ال AX plus B يعني بتعمل أي حاجة لل AX plus B تجيب ال AX بتجمع عليها ال B وبعدين اللي انطلقت ده بتعمله function بتعمله function يعني إيه؟ بتعمله scaling بتخلي كل القيام اللي جات لك ما بين إيه؟ بس لما بين الصفر والواحد يبقى أنت عندك حاجة زي كده يعني ما ينفعش ال y ال y دي مثلا أجا لقيها مثلا بقى بمئة ألف نعمني؟ ما ينفعش ألاقي مئة ألف وخمسمائة لا ما تلاقي مئة ألف وخمسمائة دي لو سمحت حولها لي لواحد خلاص؟ تب لقيت مئة ألف حولها لي لـ 75 نعمني؟ تب لقيت مش عارفة رقم ألف حولها لي لـ 50 لـ 50 نص يعني؟ وأكذا لغيت لما أخرك مين؟ أخرك الزيرو ماشي؟ بتعمل scaling الأرقام كلها لغيت لما يبقى عندك إيه؟ يبقى أرقام الزيرو يبقى أنت عندك الأرقام ما لها وصلها scaling ما بين الزيرو والواحد فما في الشهر مش تظهر مشكلة الإيه؟ الـ Underflow أو الـ Overflow فدي حاجة موجودة في Neural Network إن يفضل إن إحنا نعمل حاجة اسمها Activation Function يعني نعمل function على الأوبوت اللي ظاهر بحيث إن أنا أحل مشكلة الـ Overflow أو الـ Underflow فتلاقي في Neural Network حاجة اسمها Activation Function فيه Activation Functions كتيرة طبعاً في منها حاجات كتيرة يعني ممكن تلاقيه طبعاً الـ Linear دي أول حاجة الـ Linear Activation Function إنك ما تعملش حاجة وفيه اللي هي السيجمويد السيجمويد دي إن إنت بتخلي الـ Function بتاعتك الـ Range بتاعها ما بين الـ 1 والسالب 1 وفيه الـ Soft Max الـ Soft Max دي بتخلي الـ Function الـ AX plus B كل اللي يطلع لك من الـ AX plus B يكون الـ Range بتاعه ما بين 0 و 1 وفيه الـ Relio Relio Activation Function الـ Relio دي برضو بتقول لك ما بين السفر السفر و مالة نهاية يعني أي حاجة أنت تطلعها لها هدى لك ما بين السفر و مالة نهاية سفر و مالة نهاية طبعاً دي كل واحدة فيهم لما نخش في تفاصيلها نلاقي أن الحاجة دي مفيدة في مكان معين يعني مثلاً لو أنت بتعمل في الـ Activation Function اللي اسمها Soft Max لو أنت حظها في الليرة الأخيرة ودات لك حاجات من السفر و واحد فأنت بتلع لك مثلاً إيه 9 من 10 و 1 من 10 فمش هتلاقي رقم ما بيق أكبر من الواحد ولا رقم أقل من السفر يبقى أننا ممكن أبص على الأرقام دي عن إيه Probability أو احتمال احتمال أن الحاجة التي تخلتها دي أنت تعمل الكراسة الأولاني بنسبة 90% كراسة التانية بنسبة 1% فيفضل استخدام Soft Max Activation Function في الآخر لير في الميرال نتورك علشان هي بتحاكي فكرة الـ Classification أو أننا ببدأ أعمل Decision أو بقول إن في الآخر السامل دي تنتمي لأني Closer ريليو دي لا يفضل استخدامها طبعا في آخر لير لأنها بيقول لك سفر لمالة نهاية فأنت ممكن استخدامها في أي لير في النصف اللي هي هذه اللير لأنها بيديك أرقام من سفر لمالة نهاية إيه السفر مالة نهاية؟ إزاي يعني مالة نهاية أظهر إن أنا أخطها في الميموري هي مش هديك مالة نهاية أول لأن أنت هو بيفترض إن الريليو دي بتستخدم مع الإيمجز الصور والصور طبعا الأرقام بتحتي بتكون ما بين صف ليه 255 255 أو 56 فهو بيقول لك إن أنت أنا متأكد إن أنت عمرك ما تدخل رقم سالب ما فيش pixel value بالسالب فأديني على قد ما تديني وأدرده أجمعك وأطلع لك رقم بس هو يطلع رقم إيه منطقة ما شابقه ما فيش رقم بره 255 تمامني؟ وكذلك طبعا الإكسات بتبقون رقم دي الإكسات ما فيش أرقام للإيه والبي تبقى أسيوم دنيا بتبقى أكتر من كده فهي الفكرة إن كل واحدة فيهم يعني أهميتها إن أنا لازم أحل عشان أحل مش مدد الأندر فلو أو الوفر فلو وأنواحهم كذا نوع وكل واحدة فيهم بتستخدم في إيه في حتة معينة طيب دي إيه هي الـ Neural Network و الـ Architectures اللي ممكن أشوفها إن أنا ممكن أشوف Input و Output ممكن أشوف Input و Hidden و Output لما بشوف Input و Output بس بنسميها Single Single Layer Single Layer Single Layer ليه Single وأنا قيل لك Input و Output لأن أنا ما باعتبرش الـ Input معي الـ Input طبعا لازم يدخل فـ Single يعني عندي إيه؟ الـ Output Layer الـ Output Layer تمام؟ طيب المـ Multi Layer Neural Network و Multi Layer اللي أنا بقول لك على الاسم حط لي Hidden Layer في النص طبعا أنا نعرف مع الوقت إيه فايت لـ Hidden Layer يعني كممكن أستخدم من Neural Network Single وخلاص Multi Layer إيه؟ Neural Network المـ Multi Layer دي إن كنا عندي إيه؟ عندي Output و Plus أي نمبر من الـ Hidden Layer عندي إيه؟ In Hidden Layer خلاص؟ طبعا فيه نوع ثالث بس مش هنعرف نفهم معناه إلا لما نخش في التفاصيل أكتر في Neural Network فدي فكرة الـ Architects المشروع إيهما Single Layer Neural Network إيهما Multi Layer Neural Network طبعا فيه اللي هي Current Neural Network الـ Single Layer يعني قل لي One Output وطبعا الـ Input معنا Multi Layer يعني Input و Output وإيه إن نمبر كده اللي هي آآ خلينا نشوف السلايد ونشوف إزاي Neural Network يعني بدايتها والتفاصيل بتاعتها وممكن تشتغل إزاي وإزاي ممكن تتعدي الأرور برضو ممكن أشرح التعدي الأرور هنا إزاي علشان بس لما نيجي آآ نخش في الأرز كتير يبقى الديني ما تبقاش إيه؟ آآ دخلوا بعضا عايزين مثلا كلير طيب آآ لما أنت كان عندك آآ الـ X كنا مثلا نحل Lineal Regression وكان بقى عندك X و Y دي الحاجات اللي هي الإيه؟ اللي جائرة يعني ده دي الـ Features ودي اللي هي الإيه؟ Features ماشي؟ دي الـ Features وفي الآخر ده الـ Y دي اللي هي الإيه؟ ماشي؟ ودي اللي هي الإيه؟ نحنا بنعمل إيه أول حاجة؟ كنت بتقول إيه؟ لو سمحت حسبيه لي الـ H of X اللي هي الـ Y الجديدة يعني الـ Y الجديدة ماشي؟ بنسعب بنسميه H of X يعني أنا بعمل حاجة في الـ X كنت إيه اللي بعمله؟ بعمل A X plus B تمام؟ كنتين تبقى بفاكريهم مثال السلري مثلا لو كنا شرحنا مثال السلري كان عندك هنا مثلا كان الشخص ده بيقبض سنوات الخبرة بتاعته كان سنتين بيقبض 1500 مثلا مش عارفة بيشتغل تقريباً ثلاث سنين فالبتاعه 6000 مثلا أرقام يعني أرقام من إيه؟ من المرتب بحيث أن الـ Y دي بتربزين السلري والـ X دي بتربزينت إيه؟ الـ Experience الـ Years of Experience خلاص؟ طيب كنت بتحسب الـ Y بيستبقيتش في X بعدين بقى بعد ما بتخلص ده بتعمل إيه؟ بتقول لي على فكرة أنا عايز أحسب الـ Error طبعاً أنا بأفترض أن أنا عندي Add X ودي اللير بتاع الـ Bias وأنا عندي هنا ادي الأوبوت لير الأوبوت ودي الإيه هنا؟ ودي هنا واحد لأنك تضرب واحد في الـ Base فالـ Y بتساوي الـ Y أو الـ Y-Predicted بتساوي AX-B نعم؟ نعم؟ فـ انت بتبعاً بتبدأ بـ Initial Initial A و B تفترض حاجات كده في الأول إن الـ A بكذا و الـ B بكذا عشان تشوف عشان تعلم السيستم بتاعك سيفرض مثلاً دي بـ 2 من 10 و دي بـ 3 من 10 أي أرقام نعم؟ تبدأ تحسب من الـ H أو الـ Y-Predicted بعد كده تحسب حاجة اسمها الـ Error الـ Error يعني اللي أنا طلعته ده صحة ولا غلط فبتقول بتشوف الفرق بين اللي انت طلعته وما بين إيه اللي المفروض يطلع اللي هو انت طلعت طلعت ينسى مفروض يوضع ألف بناء على 2 من 10 و X و مش عارف إيه مثلاً يعني فيطلع لك هنا الـ Error 500 فانت بتيجي تقول إيه على فكرة لحس بس ان انت تحسب الـ Error دي دي في حد ذاتها يعني دي ستيب خلاص؟ فانت الـ Error دي لو بتحسب الـ Error للـ X مثلاً فده اسمها 500 لما بتجي تحسب الـ Error للـ Samples كلها دي كلها طبعاً باسمه Total صح؟ Total يعني بتجمع ايه؟ ده 500 مثلاً هنا في 200 في نسبة Error 200 جنيه فبتقول الـ Total بتاعك كذا الـ Total ده مثلاً هنا طبعاً هننسنبلز كتيره بس وننفرض يعني ان الـ Total ده اللي هو خمس ما زائد 200 ساعات بنسميه اللost function خلاص؟ فاللost function هي إيه على كتب الـ Error ان هي الـ Error بس على كل الساملز اللost function أو ساعات بنسميه الـ Cost Function تمام؟ ويناس كتير بتسميه J off seed خلاص؟ طيب فده norse فده ايه هو الاست اليوه انه هو عبارة عن dasmmation للár wenn du него الاشتراح عبارة عن y minus y predicted y minus y predicted or y minus الage of x صح الage dy predicted هي theage of x فانتقول y minus predicted يعني المفروض قنا يطلع ايه وانا اطلع ses وفي ناس عب بتخليها سكوير ممكن تسيبها كده عادي ولو انت في بتعمل سكوير يعني طبعا بتعدى على السمبلز كلها اي بتسوي واحد لغاية ان اللي هي number of samples اللي هي ايه number of samples او number of rows اللي موجودين عندي في الداتا خلاص و ساعات كنا بنقولي وفضلا احنا بنعمل normalization بحيس ان انا اسم على ال end دي loss function ايه اللي حصل لغاية دلوقتي انت معايك input وحسبت ال hfx بان انت جبت او بيعا شوائيا وحسبت ال error لما انت بقى بتعرف ان انت عندك error بتعمل ايه بتعمل حاجة اسمها gradient instant gradient تمام؟ gradient instant ده هو الالجوريزم اللي بتستخدمه عشان تصلح او control z تعدل ال error تعدل ال error تمام؟ عايز اقول طب وبعدين ما دلوقتي استخدمت a و b معينين ادون ال error ده اعمل ايه بجيب a new وب new a new باستخدام gradient instant وبجيب b new طبعا باختلاف المسميات تسميها wb تسميها stato اللي انت شايفو بس المهم ايه ان احنا عارفين ان فيه قيمة بتضرب ال x و قيمة بتبقى مجموعة ال x a new ال grand instant بيقولك ان ال a new بتساوي ال a old يعني اخر حاجة انت كبتها عادة انا اعتمد عليها لان طبعا هي ساعدتني في ان انا عارف من error كزا يبقى a new طبعا فيه nice or that يعني على الحزب مش تفرق يعني بيبقى ساعة انت بتمشي ال lost function بتاعتك بتنزل او ساعات انت بتبقى يستطلع فساعات بتجمع وتطرح فمش تفرق يعني بس عمتها مش مشكلة a old minus learning rate مضروف في delta a خلاص وهنا ال b new بتساوي b old minus delta b هنا delta b خلاص وكان فيه طريقة بنستنم عشان نجيب delta a وال delta b وهي ان احنا بنعمل derivation لل loss function derivation يعني نشطك من منطلق يعني ان differentiation حاجة في الماس يعني differentiation هو بيحاكي minimum value لل function يعني انت عندك loss بيساوي كذا وكذا وكذا احنا بنعمل ال different لديك ايه اتنين y يعني اتنين y دي هي اقل قيمة لل function وطبعا انا عايزة اقل ارو فانا عايزة اقل قيمة وهعمل differentiation واوصل لأقل قيمة اميني فالانيو يستوي الاولدو منس المضروف الدلتة اى الدلتة اى كانت ان انت بتعمل الحلوات بالنسبة للا اى والدلتة بى اى انك تعمل الحلوات بالنسبة للب كل الحلوات يطلع كمه مختلفه وكثير الكيمه المختلفه دية الي بنحطه هنا ولكيمه التانيه بنحطه هنا فاللوس فونكشن هي total error الgradient sent هو أجوريزما اللي سنقضيمه عشان أبدأ أعدى الرور وأبدأ أشوف أنا الفطوة اللي بيه بعد كده يعني أنا عرفت أني الرور كاز أعمل إيه بعد كده فهذه الgradient sent بتوعب طبعا تعمل لوبز كتيره الان يو يسوي الرور وتجيب الرور تاني وبعدها تجيب قصد إيه عايزيني شواء سوائني أنا أسأل لو عايزة أمسح الحاجات دي كده دلوقتي أنت دخلت في دخلت في الgradient sent وحسبت أني لازم يبقى عندي إيه جديدة وبي جديدة هتعمل إيه هتجي تحسب هنا ال H of X تاني هتعشان اللي بعدها H of X تاني وتحسب بالأرور تاني يبقى دي بيانات خاصة بالإتريشن الأولينية أهي ودي بيانات خاصة بالإتريشن التانية وده طبعا اسمه الأرور ال H of X هنا بتساوي ال A ال A ال N U اللي أنا جبتها ال N U في ال X لاقص بلس بي طبعا بلس بي فارط بردو ال N U خلاص؟ وفارط طبعا ال A دي كانت هي في أول إتريشن هي دي ال A أول ودي ال B أول خلاص؟ فبتعد تعمل كده تاني يعني بتعد تعمل تعمل ب A جديدة و B جديدة والغاية لما تلعي الأرور اللي وصلت له ماله يعني سغير عملت نمبر التريشن الثانية أنت مكتوب منك تعمل 10 التريشن أنا مقتنع أن أنا أكيد كل ما كبترت كل ما الأرور يقل فهقول لك أنا أكتفي ثلاثة التريشن أكتفي عشرة أكتفي عشرين أكتفي عشرين أو أن أنت تيجي تقول إيه الأرور وصل لكي فده ده اللي كان بيحصل قبل كده فلينة الريجريشن كان لازم نفهم الريجريشن عشان النيورال نيتورك يعني مور كومبلكس عن كده يعني كأنك بتعمل الحاجة دي بتعملها على تشوف أنت كان عندك لير زي كده عندك X و B و Y عملت كل ده عملت الأرور وحسبت اللوص عملت الديفرنشياشن و جبت الإيه Y الجديدة و عملت جديدين تسينتوا حسبت كتير على حكين قد كده حكين ذل بس ماذا لو بقى كتفي اللير عمل زي كده يعني كتفي نيروال نيتورك عمل زي كده مش عندك X واحد عندك Xك كتير مش عندك هذا اللير واحد عندك كتير كده مش عندك أوبط لير واحد هيبقى احوار محتاج تنفس جريد بالسنت وتجيب الموضوع ده كتير جدا هجيبوا مرة للاوبط لير نشوف طبعا ده ممكن الجاب ازاي وتجيبوا لأي هدل لير يعني الطريقة انك تجيب الانيو والبينيو للاوبط لير لها طريقة معانا وطريقة انك تجيبها لكل هدل لير تانية دي لها زي كأنها يختلف في الديفرينشيشان يعني كمان فاحنا محتاجين نجيب الشكل الا والبي بتاع النيورال نيتور وشكل الانيو والبينيو ونشوف شكل الديفرينشيشان يبقى عامل ازاي لبقى لان انا ما عنديش واي ماينس واي هاد بس ده انا عندي واي وان ماينس واي مش عارف ايه زائد مثلا واي تو ماينس واي واندي قويات كتيرة وايكسات كتيرة وهدل لير كتيرة فالموضوع هيبقى كبير كمان بس دي كانت النظرة العامة لنيرال نيتورك او مقدمة لها ان هي كان بتحاكي الهيومان بريه لازم يكون عندي اموت عند اوبوت ممكن يكون عندي اموت كتيرة ممكن يكون عندي اوبوت كتيرة ممكن مكتفيش بان يكون عندي اموت اوبوت ممكن اقول ان انا عايزة اعمل هدل ليرز وهنعرف فايداتها ايه هتفرق معنا ازاي في كلون المشاكل وايه اللي ممكن نتخيله يكون مختلف عن الان او اللي يكون مختلف في اي اي اوليزم سهل عن ان انا لو استضمت نيورال نيتورك هيكون الاختلاف في شكل اللوست فانكشن والاختلاف في الديفرينشيشن ده هيكون كبير لان انا يكون عندي اموت كتيرة واوبوت كتيرة وهدل اللي يارز كتير فالفانكشن مش تبقى بالوضوح ده طبعا نتركز ان النصف فانكشن دي لما قلت واي ما نصوي هات سكوير دي مش حاجة سابتة لما يكون كذا انا قلت كذا سكوير دي اسمها ام اس اي او المين سكوير ارور مين سكوير ارور دي فانكشن انا بستخدمها عشان احسب الارور سكوير لأسناها باستخدم الانيون الريجريشن لكن طبعا لما احنا كنا بستخدم كلاسيفكيشن قلنا ما ينفعش اطرح واي منس واي بار لان الواي بار اللي هتطلع اللي هنا الف ونص والف دي ارقام مين فعطرحها فبالتالي عارف دي من مين سكوير ارور لكن في الكلاسيفكيشن اللي بيكون عندي في الواي هنا بيبقى اسمها ايه كات وهنا دي بقى اسمها دوغ بين الواي دي بقى اسمها دوغ ما ينفعش اطرح كات مقص دوغ فيبتر ان انا استخدم لوس فونكشن تانيا اسمها اه ااا كروس انتروبي لوس فونكشن تانيا يعني دي بقدر ان انا اتحايل على الكات والدوغ دي بان انا احاولهم انتو فياليوز بعدين ابدأ اطرحهم معادي واكزا فهذه النظر العامة خلينا نخش في السلايد ونشوف ممكن الدينة توضح كيفية